يسعد لقاءكم في بلدكم الكويت في هذا اليوم المبارك الذي عبر فيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن حتمية اللقاء استشعارا للتحديات التي تهدد أمننا واستقرارنا واستجابة لمشاعر صادقة من شعبنا الخليجي نلتمس فيه أهمية التماسك والآخاء وتلح فيها على ضرورة الالتقاء تعزيزا لطاقات مجلسنا في استئناف مسيرتنا المباركة إيمانا من الجميع بأن مجلسنا حصنا متينا في مناعة أوطاننا لست بحاجة إلى التأكيد على أهمية هذا اللقاء المبارك الذي يدون حجم إرادتنا للعبور إلى فصل نجدد فيه طاقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواصلة مسيرة العمل بقوة وعزم مستخلصين أفضل العبر من مجموع التجارب التي عشناها في مسيرة المجلس لقد برهنت دول المجلس بفضل حكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يحفظهم الله عزمها وتصميمها على المضي قدما لتحقيق أهداف مجلس التعاون السامية في مزيد من التعاون والترابط والتكامل وتمكنت ولله الحمد من تحقيق إنجازات متميزة في مختلف مجالات العمل المشترك سياسيا واقتصاديا وأمنيا ودفاعيا واجتماعيا وبناء شراكات استراتيجية شاملة مع الدول الصديقة والحليفة والتكتلات الاقتصادية الدولية مما أكسب المجلس موقعا مهما في الساحة الدولية ترجمة نانسي قنقر